الزيتونة أصل ثابت وفرع في السماء هكذا ارتأت قناة الزيتونة أن يكون شعارها شعار أرادت من خلاله تطوير صناعة المعلومات وتفعيل الطاقات الفكرية إلا أن طاقاتها الفكرية وجدت نفسها اليوم خارج أسوار القناة فما هي قضيتهم؟ قضيتنا تتمثل بالأساس أنه لم يتم تمكننا من حقوقنا المادية خصوصا مستحقاتنا المالية لشهر أكتوبر أمس زمينا يطالب بحقه في أجره لشهر أكتوبر إلى أنه تهجم عليه السيد أسامة بن سالم المدير التنفيذي للقناة وهده بقطع ساقيه وبالسحق أن عاد للمطالبة بحقوقه كذلك طلبنا بعقود عمل قانونية وبأجور حسب معناها خدمتنا حقوقنا هذه إلا أنه سيد أسامة جابهنا بالطرد خصوصا بعد توجهنا لنقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقنا كيف تحقوقنا مهضومة كنا نأخذ في 500 دينار يعني في الشهر وإذا تغيب نهار يعني يتم قبلك نهار إذاك هنا في المؤسسة يعني في أول مؤسسة يمكن في تونس يتم في مؤسسة إعلامية جي تعمل بوانتاج هنا يعني إذا عمل تقرير لازم تقول عمل تقرير الفلاني وأحكيه عن النقاط الفلانيين في البلاسة الفلانية وإذا ما عندما تخرج تصور لازم تعمل لهم أوردور دوميسيون يعني أنت تمدوا للمؤسسة يعوذ المؤسسة تمد لك أوردور دوميسيون تخرج به المدير التنفيذي للقناة أسامة بن سالم لم يكفي أن تنكر لعناء صحفيين عملوا معه في أقصى الظروف بل عمد إلى الإساءة لهم وحارمهم من أبسط حقوقهم المهنية وحتى الأخلاقية كنا راضين بوضعية مزرية جدا في القناة تصور أنه قسم أخبار يتمثل في غرفة مترو على مترو مكاتب مفيش الصحفيين يخدموا بالواقف حسوب واحد نخدم به يعني قسم أخبار يخدم بحسوب واحد راضينا أنه نخدم فوق السوياع الزيدة نخدم في أربع وخمسة وستة سوياع ما غير ما يخلصنا فيهم تم طردي من أجل ورقة كنا نعمروا فيها وهو إجراء غير قانوني تماما يعني نعمرها نذكر النشاط اللي قمنا به في اليوم هذاك لكن الإجراء هذا يبدو أنه غير قانوني ما مش معمول به حتى في قناة وأنا كنت نعمل في رمضان بالليل نوصل أنه ما نوصلش يعني نعمر الورقة هذيك في ورقة النشاط في الليلة بيدها نوصل يجملوا مثلا ثلاثة أوراق نعمرهم مع بعضهم التهمة يعني أني دلست أوراق يعني هذه كانت تتعل لا ميش حتى حج تلك هي كانت ردة فعل نقيبة الصحفيين خيبة أمل ارتسمت على وجهها بعد اجتماعها بالمدير العام للقناة للتباحث حول وضعية الصحفيين المطرودين قتلوا المؤسم عندها حتى صحفي عنده كنتخا ولا حتى عامل عنده كنتخا يقول لك لا أنا مزلت ونسوي في وضعتي مع السنساس ونسوي في وضعتي مع البنوك وكذا فالمشكلة هي بيدها أنه الاستثمار في قطاع الإعلام يخموا في كل شيء يخموا في الكريس يخموا في الكاميرا يخموا في حقوق الصحفيين يتجاوزوا حقوق الصحفيين ليس معترف معناها بعقود التشغيل يقول لك مشتوى وفتر التربس وينه اللي يعجبني اللي نعطيه 500 نعطيه 300 اللي قبله نقوله هذية معناها عقد إذعان راو وفيه استغلال الصحفيين ونجود الصحفيين فانو يقول لك لين عندي حق وكل محكمة تحكم لهم بحقهم لهجة تعنط يجابه بها المدير التنفيذي لقناة الزيتونة مطالب مشروعة لصحفيها فهل يستمد شرعية تعنطه من القضاء أم من موقع سلطة كابن وزير وكابن عضو مجلس شورى بحركة النهضة